صباحكم أهلا وسهلا فيكم متابعين ومشاهدين اليوم رح نحكي عن نجاوب عن نرد على أسئلة الناس وأيضا رح نحكي عن التوقعات الفلكية لشهر سبعة وكمان الاتصالات مفتوحة اللي حابب يسأل أي سؤال المطلوب أنثى الدلو مع العقرب بدي أحكي لكم أنه هالبرجين في عندهم اختلاف بالميول اختلاف بالمزاجيات غيرة العقرب تضاعف مع برج الدلو لأنه الدلو بنعتبره من أكثر الأبراج اللي ردة الفعل عنده باردة جدا يعني يستقبل الأمور بهداوي حتى لو هو معصب من الداخل وهذا الشيء شوي يثير غيرة وعصبية برج العقرب فبدنا يكون فيه نقاش إيجابي فيه استماع فيه من برج الدلو أنه يتنازل عن هاي الصفة الموجودة عنده اللي هي مؤذية بالنسبة للعلاقة أيضاً الغيرة رح تضاعف عند برج العقرب اللي بتخلي أيضاً هالعلاقة تتراجع بدنا شوي نخفف الغيرة عند العقرب علي شو الفرق بين البرج والبرج الطالع البرج هو اللي بناخذه من تاريخ الميلاد يعني اليوم والشهر والسنة البرج الصاعد ناخذه من ساعة الميلاد والبرج الصاعد بياخذ ستين بالمية البرج العادي بياخذ عشرين بالمية ما فيه معنى أنه الواحد يسمع برجه والبرج الصاعد لأنه الاثنين لهم تأثيرات على الشخص كمان أنه البرج الصاعد مهم جداً للبرج لأنه بيعطي له صيفات يحسن من السلبيات الموجودة عند البرج هيفاء الجوزاء والطالع القوس وأكيد القوس بيخدم الجوزاء كثير ما ننسى أنه القوس ناري الجوزاء هوائي الأبراج الهوائية عندها ضعف مثلاً عند الجوزاء عنده تردد عنده تغيير بالقرارات بشكل سريع ما بيرسع على شيء ما بيكمل موضوع القوس بيعطي له قوة بيغير من هاي الصفات عنده المقدرة على التحمل عنده نظام بحياته يخلص خلينا نقول 50% من هاي الصفات وبتعتبر من العلاقات الناجحة ناخذ اتصال صباح الخير يسعد صباحك حبيبتي مين معنا معك غادة من عمان 100 أهلا وسهلا 6 غادة تفضلي بدي أسألك بس توافق الأبراج الأسد أنثى الأسد ورجل الدلو الأنثى 28 والرجل الدلو 25 و1 نعم الدلو مع الأسد شكرا لاتصالك رح أحكي لك عن التوافق هاي العلاقة ببدايتها بتكون كثير فيها فيها محبة فيها متابعة فيها إيجابيات عالية المستوى ولكن مع الزمان بدنا نغير من الروتين بالحياة ما بيصير نظلنا ماشيين على نفس الوتيرة اللي بيغير هاي العلاقة هي الروتين الأمور اللي تعودنا عليها شغل وبيت وممكن الأسد عنيف بنقاشه لكن هو مستمع جيد ممكن يحاول أنه يفرض رأيه على الدلو ببعض الأحيان وهذا يزعج ممكن الأسد كبرج ناري بيحاول أنه يقيد المرأة الدلو المرأة الدلو ذكية جدا بتعرف كيف تغير هذا الشيء ببرج الأسد اتنين هم هالأبراج إذا كانوا أصدقاء بالبداية رح تكون العلاقة ناجحة مدى الحياة لأن أثناء الصداقة رح تعرفوا هاي السلبيات ولكن إذا صار زواج تقليدي بدنا نغير الروتين بدنا ندخل على حياتنا أشياء جديدة لحتى تستمر العلاقة نرجع على لينا الثور والطالع الحمل الحمل بيخدم الثور بأنه يخلصوا من العناد صفة العناد هي موجودة عند برج الحمل ولكن بشكل مختلف بشكل أقل التفاعل اللي موجود بين هالبرجيين يخلي من هالعلاقة ناجحة بعض السلبيات بدنا نعمل تنازلات بحياتنا لحتى تنتهي وتكون العلاقة أحسن عندنا إشراق العذراء والطالع الحمل ببعض الفترات بيكون الحمل عنده تراجع بالوقت اللي العذراء أموره ممتازة بأغلب أشهر السنة فممكن ما يخدم مصالحك ببعض الأشهر ولكن لما يصير فيه تراجع عند العذراء أكيد رح يخدم مصالحك بالنسبة للصفات الموجودة الحمل ممكن يعطي بعض الصفات يضاعف بعض الصفات الموجودة الإيجابية عند العذراء ولكن في صفة سلبية عند الحمل ممكن ما تخدمه اللي هي السرعة باتخاذ القرار هذا ما بيتماشى مع العذراء أبدا العذراء بيدرس من الألف إلى الياء ما بيبدأ أبدا إذا معارف نهاية الطريق الحمل عنده هاي النخوة السريعة القرار السريع ممكن يوصل للنص ويرجع فبدنا شوي أنك توازن بهاي المسألة لحتى يصير يخدمك مية بالمية اليوم رح نحكي عن الفترة الأولى للأبراج لشهر سبعة ورح نحكي للميزان مطلوب والعقرب مطلوب نحكي للعقرب أولا فترة جيدة الأولى على كل المستويات هي فترة تعويض لبرج العقرب عن أحداث الشهر الماضي ولكن ما بتخلو من بعض المواجهات ولكن برج العقرب قادر على تجاوزها ممكن رح يكون فيه سهولة بالأمور بالمتابعات قد تكون الصحية أو المالية أو القانونية فاستغل هاي الفترة رح تزداد ثقتك بنفسك تطرح أفكارك بشكل كثير كبير رح تلقى الاستماع والدعم هاي الفترة أيضا قرارات لاستعادة حقوق مالية ممتازة جدا سفر وإلاجات صحية أيضا رح تكون ممتازة والفترة الثانية أيضا رح تكون مكملة للفترة الأولى ولكن الفترة الثانية بدك ما تخطئ أبدا برج الميزان الفترة الأولى التغيير نحو النجاح ولكن ما بيخلو من بعض التراجع قد يكون صحي أو مهني أو مواجهات بالعمل هدف توصل ووصول للهدف هي صفة هذا الشهر ومش بالضرورة أنك توصل بشكل فعلي ممكن يكون بشكل دراسي أنك تحط النقاط على الحروف تعرف إيش رح يكون مستقبلك وعلى فكرة الميزان مثل العذراء من الأبراج اللي بتخطط وترسم لكل شيء على المدى البعيد لذلك هاي الفترة التي تحط خطة لحياتك هي ممتازة جدا البعض ممكن يحصلوا على فرص مهنية جديدة أو تحصل على ترقية مالية أو منصب أعلى فترة منتصف الشهر بدك تاخذ استراحة ما تتخذ أي قرار تعتبرها استجمام ندرس الأمور نراجع كل شيء صار معنا ونعيد رسم خارطة حياتنا ناخذ برج أخير ورح نحكي للحوت الفترة الأولى فترة ممتازة تحمل الحظ والدعم لانطلاقة جيدة وعلى كل المستويات رح يتخللها شوية مطبات ولكن الحوت هالمرة رح يتجاوزها الحوت اعتبارا من هذا الشهر اللي كان يمشي دائما بخط مستقيم وإذا أجالوا شيء من الشمال أو من اليمين ما بيتطلع وما بيرد وما بيتخذ قرار لكن اعتبارا من هذا الشهر لآخر السنة رح يصير يخوض بكل ما يواجهه من كل الجهات ويناقش ويحاور وياخذ حقوق ويحط النقاط على الحروف يحط حدود بالعلاقات يثبت أنه هو مش ضعيف وقادر أنه يوصل لهدفه رح تتغير المعطيات شوي بالفترة الثانية وتظهر بعض المسئوليات الإضافية فخلص كل أمورك بالفترة الأولى بهكا انتهى وقتنا واتمنى لكم أطلة سعيدة لأحد أكيد رح يكون لنا لقاء لحتى نحكي بمواضيع جديدة يسأل صباحكم صح 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 مارو دانا اشتركوا في القناة